اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوصفية الخاصة بالاحصاء التربوي هلأ بدنا نعمل بس شوية رفرش للمحاضرة السابقة كونه انقطعنا عدد من المحاضرات بسبب الايام الاواخر من شهر رمضان المبارك بالاضافة لاجازة العيد بدنا نرجع نتذكر بعض المفاهيم الاساسية في مساقنا قبل ما ندخل على المحاضرة السابقة بدي انوه انو نحنا طلبنا واجب طلبنا منكم واجب ولا لا انتو لا دي التورة لا دي التورة لا دي التورة ما طلبتي مننا واجب لا يا سلام عليكم معناتم صح صحين تمام ممتاز طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في البداية رح نعمل مراجعة سريعة لمحاضرتنا السابقة رح شيري لكم المحاضرة السابقة نستذكر بعض المعلومات والمفاهيم الاساسية اللي اخذناها باذنه تعالى اشتركوا في القناة بس اتبين عندكم السكرون اعطيني اشارة بعد اذنكم رح شير معاكم المحاضرة رقم واحد بس تكون جاهزة امامكم اعطوني اشارة لو سمحت واتوقع بها تمام تمام اليوم ان شاء الله تعالى رح نعمل مراجعة سريعة لحتى نربط ما تعلمناه بالمحاضرة السابقة في محاضرتنا اليوم المحاضرة الماضية تحدثنا عن الاحصاء التربوي حكينا عن علم الاحصاء واستخداماته وتطبيقاته وركزنا بشكل كبير جدا اذا بتتذكروا على الاحصاء الوصفي والاحصاء الاستدلالي الان حكينا هذا العلم علم الاحصاء اول ما بيخطر على بالنا حكينا كلمة احصاء تربطنا فورا بعالم الرياضيات والارقام لكن هل فعلا علم الاحصاء هو علم للرياضيات فقط وهل هو علم خاص بالعلوم التي تحتاج الارقام كانت الاجابة الاكيدة هو لا ان هذا العلم مرتبط بجميع مجالات حياتنا سواء كانت بالعلوم الانسانية او كانت بالعلوم التربوية سواء علم النفس او الاقتصاد او الاجتماع كل علم يخطر على بالك يرتبط به علم الاحصاء بشكل مباشر او غير مباشر تمام اذا هذا العلم هو علم مهم جدا يرتبط بجميع مجالات حياتنا ليس حصرا على علم من العلوم طيب ما هو علم الاحصاء اتفقنا على ثلاث كلمات في علم الاحصاء هي جمع وصف وتحليل البيانات بتتذكروا حكينا كيف يكون هذا العلم هو جمع للبيانات اخذنا مثال حكينا خليني افترض انه انا بدي ادرس مثلا لهذه الشعبة طلبة الاحصاء التربوي تربية كلية التربية سنة اولى لها اطلاء الطلاب بنا نشوف مثلا مدى مدى استخدام المفاهيم الاحصائية في الابحاث التربوية مثلا لطلاب سنة اولى تربية تحديدا للمفاهيم الاحصائية الاحصاء موجودين معنا الان هم من كليات التربية تمام طيب الان نبدأ بوصف هذه المعلومات انا حكيت ثمانين طالب الان بدي اوصف طيب هذول ثمانين طالب كم طالب منهم ذكر وكم طالب منهم انثى كم طالب سنة اولى كم طالب سنة ثانية مثلا هل يوجد طالب اخذ المساق ويعيد هذا المساق مرة اخرى تمام جمعت المعلومات بعد ما جمعت المعلومات ووصفتها اقوم بتحليل هذه البيانات طبعا شو صار عندي المعلومات طبعا نعطي معلومات افتراضية نحكي مثلا ثمانين طالب في كلية التربية جميع الطلب سنة اولى على افتراض عندي خمسة وثلاثين طالب ذكور و خمسة واربعين طالبة اناث وكلياتهم زي ما حكينا سنة اولى اجيت رحت عملت استبيان او استبانة وهذه الاستبانة وزعتها انلاين على الطلاب وسألت الطلاب عن مدى استخدامهم للمفاهيم الاحصائية الذي تعلموها في مساق الاحصاء التربوي من خلال كتابتهم للأبحاث التربوية او التقارير المطلوبة منهم في المواد الاخرى حصلت على البيانات الان شو المعلومات اللي بدي انا اطلعها باجي بحكي المتوسط الحساب يطلع معي مثلا 85% بنا نفهم ايش يعني متوسط حسابي بحكي واحدة من الفقرات مثلا احد الفقر جاوب عليها مثلا 10 طلاب 10 طلاب من اصل 80 طالب هو لم يفهم هذه المفاهيم الاحصائية باجي بحكي هذا من وال تمام طيب هلا شو اللي عم بسير معي انا جمعت بيانات وصفت هذه البيانات والان اقوم بتحليلها كل الهدف من هذه العملية افهم مدى استخدام هؤلاء الطلاب لهذه المفاهيم الاحصائية هذا بشكل مبسط طبعا ما تهتم هلا وما تحط في بالك انه انا لساتني ما عم بعرف معنى المتوسط والوسيط والمنوال والانحراف المعياري هذا كل ان شاء الله رح ناخده بهدوء هذا المثال فقط لغايات التوضيح تمام اوكي سنة اولى ارشاد نفس الطلاب بدوم وفي منهم ارشاد نفسي تمام تمام الان هذا العلم يساعدنا في فهم كل شيء يدور حولنا يساعدنا في اتخاذ القرارات خليني افترض مثلا انه من خلال مساق علم الاحصاء مثلا وجدنا ان مدى استخدام الطلاب للمفاهيم الاحصائية كان بدرجة قليلة جدا الان مثلا منصير مفكر طب ليش الطلاب باستخدموها بدرجة قليلة جدا اذا في اسباب قد تكون احد هذه الاسباب عدم فهمهم للمادة عدم توظيف امثلة اثناء المحاضرة لذلك الطالب لا يستطيع ان يوقل اثر ما تعلم في المحاضرة الى الواقع من خلال كتابة لبحر او تقرير طيب كيف بساعدني هذا في اتخاذ القرار ممكن اخذ قرار مثلا احد القرارات ممكن تكون مثلا بتوزيع هذا المساق على شكل سلايدات مرة اخرى على الطلاب اعطاء واجبات مكثفة للطالب حتى يستخدم هذه المفاهيم الاحصائية تكليف الطالب مثلا بكتاب التقرير بسيط عن احد المفاهيم الاحصائية ما الى ذلك نأخذ قرار بناء على تحليل هذه البيانات تمام طيب هل منستخدم علم الاحصاء فقط في التربية كون نحن في كلية التربية والمواضيع اللي نحكي فيها عن كلية التربية اتفقنا مع بعض من بداية المحاضرة انه نحن منستخدم هذا العلم في جميع مجالات الحياة بلا استثناء تمام بلا استثناء نحن نستخدم كل المفاهيم كل العلوم دون استثناء سواء كانت تجارية طب هندس اجتماع فضاء اي علم يخطر في بالك يدخل معه علم الاحصاء تمام حتى العلوم الشرعية والعلوم الاسلامية طيب اذا تعرفنا على علم الاحصاء ما الاساليب الاحصائية بذكر حكيت لكم المحاضرة الماضية عنا نظامين من الاساليب الاحصائية اول شيء الاسلوب الاحصائي الوصفي الاستدلالي نحن في هذا المصاق رح نركز ان شاء الله نعم رح نركز ان شاء الله تعالى على مساق الاحصاء الوصفي طيب الاحصاء الوصفي من اسمه وصفي يعني يعني هو يصف يصف البيانات اللي انا باخذها من مجتمع الدراسة او من عينة الدراسة تذكروا المحاضرة السابقة ايضا تعرفنا ما المقصود بمجتمع الدراسة وما المقصود بعينة الدراسة ورح نرجع لهم مرة ثانية اذا الاحصاء الوصفي يقوم على عملية الوصف جمعت بيانات وصفت البيانات بعد ما خلصنا من عملية الوصف انتقلنا الى التحليل تذكروا حكينا التحليل هو يعني به الاحصاء الاستدلالي يعني ما هي الطرق او الاساليب اللي ساعدتنا لحتى نوصل لهذه النتائج تمام انتحدثنا عن بعض المفاهيم الاساسية في علم الاحصاء واتوقفنا عند هذه النقطة كانت هذه المفاهيم هي اول شيء المجتمع لما احكي مجتمع هي مجموعة كاملة من البيانات التي اريد دراستها خلونا نعطي مثال مع بعض وهذا المثال رح نطلع منه المجتمع العينة المتغير بالاضافة الى بعض المفاهيم الاحصائية الاخرى تمام خليني افترض انه انا عندي دراسة بدي اشوف مثلا مدى استخدام المفاهيم الاحصائية لطلبة كلية التربية في ابحاثهم التربوية وين مجتمع الدراسي عندي شباب صبايا اللي بحب يجاوب فيه يعمل ريز هاند حتى نحن ننظم الحوار والاجابة يعني اللي بده يجاوب يرفع ايد يلا يا علا للرحوم تفضلي معك دكتورة المجتمع هو البيئة اللي احنا فيها يعني كلية التربية ابدعت يا علا ابدعت ممتازة هلا المجتمع هو كلية التربية طلبة كلية التربية وكل الطلبة هذا المجتمع ممتازة طيب جميع الطلبة جميع الطلبة احسن العين تمام العينة هي جزء من المجتمع يتم اختياره لدراسة مثلا هي هون التخصص وليكن تربية خاصة هاي عينة ممتاز يا عولة أحسنتين إذن ممكن أخذ العينة ضمن كلية التربية باجي بحكي أنا بدي أخذ فقط طلبة التربية الخاصة زي ما تفضلت زميلتكم أو كلية أخرى أو ممكن أخذ أنا طلبة مساق معين مثلا أنتو مساق الإحصاء التربوي أو الإحصاء الاستدلالي ما إلى ذلك إذن مين أكبر المجتمع أم العينة لا المجتمع أكبر أنا العينة أخذت جزء من المجتمع يا سلام عليكي أبدعتي أنا أخذت العينة كجزء من هذا المجتمع الكبير إذا بتذكروا حكينا أن الباحث في بعض الأحيان إذا كان مجتمع الدراسي كبيرا لا يستطيع دراسة هذا المجتمع كامل خليني أفترض أنه أنا بدي أعمل دراسة على المجتمع السوري هل أستطيع دراسة كل المجتمع السوري مثلا لظاهرة معينة خليني نفترض ظاهرة مثلا انتشار التدخين بين الطلب البالغين في المدارس الثانوية هل أنا كباحث أستطيع أني أخذ كل المدارس الثانوية داخل المجتمع السوري من شماله لجنوبه من شرقه لغربه؟ هذا الحكي إيش؟ مستحيل يعني خارج طاقة الباحث وليس له أهمية طيب إذا إجيت حكيت أنا بدي أخذ فقط أحد المحافظات السورية وعلى سبيل المثال مثلا بدي أخذ إدلب كمحافظة معينة إذا كانت محافظة يعني سامحوني مش كتير أنا بعرف بالمناطق على أساس أنها محافظة معينة بيجي أحد الطلاب بيحكي لا هاي المحافظة يا دكتورة كتير كبيرة وقد يزيد عدد أفرادها مثلا عن ستة لسبعة لثمانية مليون شو رأيكم من إدلب؟ نأخذ فقط الشمال كل ما أنا بظغر بالعينة بتكون أمور الدراسة عندي أفضل وواضحة بشكل أفضل وأسهل لدى الباحث وأفضل للنتائج إذن نتفق أن المجتمع هو المجموعة الكاملة لكن العينة هي جزء من هذا المجتمع الذي تم اختياره من أجل الدراسة تمام؟ ممتاز ننتقل الآن إلى ما يسمى بالمتغير طالما أنا بحكي متغير إذن فورا عندي مفهوم آخر وهو الثابت تمام؟ طالما المتغير في شيء اسمه ثابت تعالوا خلونا نرجع على نفس المثال مثلا مدى ياريت إذا بتحبوا إذا بتحبوا طلاب الله يرضى عليكم سجل معي لأنه رح نأخذ مثال واحد ونكفي عليه محاضرتنا حتى نطلع داتا وأرقام ونفهم باقي المعلومات سجل معي رح نأخذ مدى انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية في شمال إدلب بعيد مرة ثانية المثال اللي رح نأخذه كالتالي اللي بيحب يسجل مدى انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية في شمال إدلب تمام ممتاز الآن الظاهرة اللي أنا بدي أدرسها هي ظاهرة التدخين مصبوط شو بدي أدرس هون شو بدي أدرس هون ظاهرة التدخين أنا بدي أدرس ظاهرة التدخين ممتاز طيب الآن رح نعطيكي مجال يا سوزان إذا بتدخلي معنا سوزان سامعتني سوزان خليكي معي سوزان سوزان هلأ المثال اللي أعطيتكم مدى انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية في شمال إدلب وين المتغير في هذا العنوان يعني الشيء أو السمة أو الخاصية القابلة للقياس يعني اللي رح تطلع معي بنتائج مختلفة ممكن تطلع كبيرة ممكن تطلع صغيرة ممكن تطلع متوسطة وين في هذا العنوان هي بحث عن ظاهرة التدخين عن أحسنتي يا سلام عليكي خليك على الإجابة الأولى اللي هي مدى انتشار ظاهرة التدخين ممكن تطلع كبيرة ممكن تطلع متوسطة ممكن تطلع قليلة صح ولا مش صح صح طالما أخذت أكثر من سمة يعني مرة كبيرة مرة صغيرة مرة متوسطة طالما في احتمالية إنها تاخذ أكثر من سمة إذن هي متغير هي إيش متغير ممتاز ممتاز طيب هلا رح أصير أختار أنا حتى أتأكد إنه لكل حضور نتفق إنه ما نفتح المايك والروح تمام معي يا إيمان 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 معك دكتورة معك دكتورة يلا يا إيمان ممتاز كتير ممتاز يلا يا إيمان هلا أعطيتها مدى انتشار ظاهرة التدخين حكت زميلتك سوزان إنه انتشار ظاهرة التدخين هي متغير وهالحكي صحيح مية بالمية تمام طيب الآن ما الشيء الثابت في هذا العنوان شو الشيء الثابت اللي ما حيكون عليه تغير هو عدد الطلاب دكتورة أنا مش حاطر لك عدد الطلاب حكيت لك بين طلبك المدارس الثانوية يلا زبطيها أكثر سامعينك يا إيمان أنت وصلت إلى الإجابة بس مش عدد العينة العينة دكتورة العينة اللهم إيش طلبة إيش طلبة طلاب الثانوية يا سلام عليك يا إيمان ممتازة أنا ما أخذ طلبة المدارس الثانوية إذن هذا ثابت إذن هذا ثابت بقدر يا إيمان أحكي أثناء البحث أنا ما أخذ طلبة المدارس الثانوية بينفع كباحث أروح على المدارس الأساسية لا ليش أيوة ما بينفع لأنه أنا طال بمين المدارس الثانوية الثانوية الطيب بينفع أحكي لا خلص بدي أشوف كمان بالمدارس الابتدائية لا دكتورة كمان لا إذن لما أحكي ثابت يا سلام أيوة ممتازة إذن لما أحكي ثابت لما أحكي ثابت بيكون قصدي عن الأشياء الثابت اللي خلص ما رح تتغير أنا حكيت مدرسة ثانوية إذن خلص مدرسة ثانوية ما رح أروح لا على المدارس الأساسية ولا رح أروح على المدارس الابتدائية ولا على رياض الأطفال ولا على الجامعة ولا على الكليات ولا على المعاهد أنا محدد فقط مدرسة ثانوية إذن خلص انتهى هذا شيء ثابت في دراستي طيب كمان إجيت أنا وحكيت في شمال إدلب شو رأيكم شمال إدلب ثابت ولا متغير تسمحوا لي أختار يعني عشان ننظم الحوار يا علي يوسف أيوة حلق شمال إدلب لا مو ثابت متغير أنا ممكن أختار منطقة غير محددة تمام إذن يوجد مناطق متعددة في الشمال ممتاز إذا يا علي بتعرف أسماء مناطق في الشمال أعطينا كذا منطقة في عند الدانا سرمدا عفرين جنديريس أزاز في مناطق في الشمال السوري ممتاز طيب لو أنا شلت من شمال إدلب وحكيت في إعزاز إعزاز اسمها مظبوط صح؟ نعم إيه لو إجيت حكيت أنا مدى انتشار ظهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية في إعزاز شو رأيك صارت إعزاز ثابت ولا متغير؟ متغير ما زالت متغير؟ أهلا أنا اخترت عزاز كثابت كثابت إيه؟ اخترت عزاز كثابت تمام 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 إذن بدنا نتفق الآن يعطيك العافية علي إذن هناك ما يسمى بالمتغير هي خاصية قابلة للقياس يعني تأخذ قيم متغيرة زي ما حكينا مدى انتشار ظهرة التدخين ممكن تطلع معي في المدارس الثانوية مثلا في إعزاز ممكن تطلع بعض المدارس مرتفعة بعض المدارس منخفضة بعض المدارس متوسطة ما إلى ذلك إذن أنا باعتبرها متغير طيب المعلومات اللي أنا بجمعها هذه تسمى بماذا؟ أي معلومات أنا بجمعها إيش من سميها؟ بيانات 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 ممكن تسميها متل ما بدك سميها بيانات سميها معلومات سميها قياسات أي شيء أحسنت وأي شيء بدك هي هو صحيح لتسمية لتسمية المعلومات أو القياسات أو الإحصاءات التي يتم الحصول عليها من مجتمع الدراسية أو من عينة الدراسة تمام إحنا أيضاً منستخدم ما يسمى بالجداول رح نحكي عنها بس نكون فاهمين إيش يعني جدول الجدول هو أي شيء ممكن أعرض فيه أنا البيانات يعني ممكن أعمل أفرجيكم مثلاً مثل هذا ممكن نعمل إدراج أي جدول خليني أفترض رح أضيف جدول كالتالي مثل هذا الجدول أجي أحط مثلاً هون اسم الطالب ممكن هون أحط الكلية ممكن أحط التخصص ممكن أحط أي شيء أي شيء أنا بدرجه على شكل جدول بسميها هذه الجداول والهدف من هذه الجداول زي ما بتعرفوا أنظم البيانات من أجل تسهيل أخذ المعلومات منها إلي كباحة هلأ ممكن نستخدم نحن الرسوم البيانية مثل عندكم هاي الصورة اللي على الشمال يعني إن شاء الله أنها تكون واضحة أمانكم ممكن أستخدم الأعمدة تعرفوها الأعمدة صح؟ وممكن نستخدم القطاع الدائري لعرض هذه البيانات وهذا بإذنه تعالى رح يكون له محاضرة خاصة في شيء اسمه المقاييس المركزية تستخدم لوصف مركز البيانات هلأ مثلا بتعرفو رح مثلا دائما بالعادة بنحكي أو أخذتوا أنتوا أنه الخط المستقيم مش أخذتوا شيء اسمه الخط المستقيم هلأ نحن نعرف أنه فيه إشي اسمه خط مستقيم هلأ منتصف الخط يسمى المركز يعني المساحة على يمين الخط على شمال الخط تكون تقريبا متساوية رح نوضف خليني خليني أفترض أنه أنا هون رسمت خط تمام بنجي نحكي هاي النقطة المنتصف هاي اللي هي زيرو تمام هلأ هاي المساحة على يمين الخط هي نفس المساحة على شمال الخط طبعا هذه لها مسميات رح نأخذها متوسط وسيط منوال انحراف معياري ما تحكي وهم بس بدي أعرف إيش يعني المقاييس المركزية يعني اللي بنحكي عنها عن مركز هذه البيانات تمام طيب الآن عندي ما يسمى أيضا بمقاييس التشتت كيف يعني مقاييس التشتت خليني أفترض أنه هذا الخط مرة ثانية عندي نقطة المركز صفر هذا الخط مثلا واحد اثنين ثلاث أربع خمسة واحد اثنين ثلاث أربع خمسة على افترض تمام هلا هاي النقطة البنص هي النقطة المركزية لما أحكي مقاييس التشتت يعني كم تبعد هذه البيانات عن المركز يعني خمسة كديش صارت ابعيدي هون عن المركز النص هاي المقصود فيها تمام مثلا ممكن أحكي أربعة قديش بعيدي عن المركز ثلاث قديش بعيدي عن المركز هذا الشيء يسمى بمقاييس التشتت يعني تباعد البيانات عن المركز أو مقدار بعد هذه البيانات عن المركز كمان لها محاضرة خاصة بإذنه تعالى تمام تفضلي سوزان حابة تحكي شيء إيه دكتورة المقاييس المركزية يعني أصدق هون إنه المتوسط الحسابي للعادات كليات هلا هاي المفاهيم سوزان القسم شوي قربطت في المقاييس ما كذلك ولا يهمك هلا القسم الثاني من المحاضرة رح نحكي عن الوسط والوسيط والمنوال ونسميهم مقاييس النزع المركزية أو المقاييس المركزية رح يكون معكم آلة حاسبة رح أعطيكم أرقام ورح نحن نطلع هذه الأرقام الحقيقية بأسماءكم أنتو مثال عليكم أنتو هلا بدي تفهموا أن هناك الكثير من المفاهيم الإحصائية في علم الإحصاء رح يمر علينا كثير أثناء العرض القادم المحاضرات الجاية مجتمع عينة متغير ثابت بيانات جدول رسم بياني بنا نكون فاهمين وعارفين ما المقصود بمثل هذه المفاهيم والله يرضى عليكم هذه المفاهيم وهذه المحاضرات الأولى مهمة جدا ترجع تستذكرها وبتقرأها مرة ثانية خلال هذا الأسبوع لحتى تضل على تماس مع المادة الطالب اللي ما بتابع المادة أول بأول رح يشعر لكمان محاضرتين ثلاث أنها صارت الأمور عليه صعبة أما الطالب اللي بتابع معنا أول بأول رح يشوف هذا المصاق جميل وسهل للغاية بالعكس بيخدمك في كل نواحي حياتك في كل دراستك ومسير الدراستك بإذنه تعالى الميتنج بعطيني هلا دقيقة ورح يفصل معنا الله يرضى عليكم مباشرة نرجع على نفس الرابط تمام ومنرجع مندخل على الميتنج ما في إذن دخول تدخلوا مباشرة حضورنا اليوم فقط 46 طالب من أصل 80 وأنا بدرج بالعادة الحضور يعني بسيذ أسماء الحضور اللي بيطلع من الميتنج وبيرجع بالنسبة لي بدكم تعذروني هو بالنسبة لي غير حاضر وقد ترى محمق بالنسبة لي اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بس تفتح هذا الكتاب وتبلش تقرأ فيه له كتاب الدكتور عماد لزغول الإحصاء التربة والكتاب اللي نحن اعتمدنا رح كثير تمر معك المعلمة والإحصاء المعلمة والإحصاء نشوف ايش يعني معلمة وايش يعني إحصاء المعلمة هي قيمة ثابتة تمثل خاصية محددة للمجتمع الإحصائي تمام؟ أما الإحصاء هو كمية عددية يعني يحمل قيمة أو يحمل رقم تستخدم لماذا؟ تستخدم لتقدير معلمة هذا المجتمع الإحصائي عشان نفهمها أكثر لسلايد الآخر المعلمة هي مقدار أو خاصية يتميز بها المجتمع مثل متوسط أعمار طلاب كلية الدراسات التطبيقية تمام؟ الآن الإحصاء نفس الشيء هو مقدار هو خاصية لكن تتميز بها العينة مش نحن درسنا حكيانا عندي مجتمع وعندي عينة مين أكبر حكيانا المجتمع ولا العينة؟ المجتمع دكتور ممتاز المجتمع خاصة بالمعلمة والعينة هي خاصة لها تسمى الإحصاء فأقول معالم المجتمع وإحصائيات العينة بعيد مرة ثانية لدينا مفهومين مهمين جدا المفهوم الأول يسمى المعلمة والمفهوم الآخر يسمى الإحصاء هلا الاثنين هو خاصية أو مقدار نفس التعريف لكن المعلمة خاصة بالمجتمع يعني بالإش الأكبر أما الإحصاء فهو خاص بالعينة نفسها الشيء الأصغر فأقول معلمة المجتمع وإحصائي العينة طيب شو رأيكم نرجع للمثال اللي أخذناه عن مدى انتشار ظاهرة التدخين في إعزاز طيب هلا لما آجي أنا بدي أطلع أحكي عن معلمة بحكي عن مدى انتشار ظاهرة التدخين هاي خاصية أو مقدار بشكل عام لكن لما آجي أحكي عن العينة وأنا عينتي عن طلبة المدارس الثانوية باجي بحكي المدارس الثانوية هلا بدي أصغرها كمان شوي المدارس الثانوية الحكومية مش في مدارس خاصة أيضا في مدارس خاصة أنا بدي المدارس الحكومية إذن أنا عينتي صارت أصغر المدارس الثانوية الحكومية بيجي أحد الباحثين بيحكي طيب أنا ما بدي أخذ هلا المرحلة الثانوية من أي صف لأي صف من العاشر حادي عشر بكالوريا من الحادي عشر والثاني عشر صح نعم والبكالوريا الثالث عشر لا هون بسوريا عفوا دكتوراه في غير الأردن هلا في الأردن توجيه البكالوريا نحن هون عاشر حادي عشر بكالوريا ممتاز كتير ممتاز عاشر حادي عشر ثاني عشر ثالث عشر هيك صح؟ تمام باجي بحكي من المدارس الثانوية الحكومية أنا بدي أخذ فقط طلبة الحادي عشر شو صارت عينتي؟ أصغر طيب ايش بدي أطلع أنا للحادي عشر؟ بدي أطلع فقط المتوسط الحسابي بدي أطلع المتوسط الحسابي لمدى انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية الحكومية تحديداً لطلبة الحادي عشر؟ طلعت أنا المتوسط الحسابي شو الخاصية لأنا طلعتها؟ فقط لعينه إيش هي المتوسط الحسابي؟ تمام؟ هلأ برأيك أنت طالما أنا بحكي عن معلمة لشيء كبير وهو المجتمع وبحكي عن الإحصاء إشي أصغر للعينة اللي هي جزء من هذا المجتمع مين اللي بيكون معروف عندي هلأ صار واضح؟ الإحصاء ولا المعلمة؟ لا المعلمة فكري كمان مرة المعلمة هي خاصية الأحصاء الأحصاء دكتورة لأنه نحن حبّرنا هوني تمام هي الأحصاء الأحصاء بيكون معروف لأنه أنا حسبته أنا حسبت المتوسط الحسابي أو حسبت الانحراف المعياري أو المنوال أو ما إلى ذلك رح نحكي عن المفاهيد أنا حسبتهم الشيء اللي أنا حسبته هذا يسمى إحصاء المعلمة تمام؟ عفوا إحصاء العينة أعتذر إحصاء العينة أما الشيء اللي أنا ما اشتغلت فيه وكبير يخص المجتمع تمام؟ بشكل عام يعني للمجتمع أكبر بالعادي بيكون كبير ومجهول غير معروف هذا خاص بالمجتمع لأنه إحنا حكينا مستحيل أروح أدرس مثلا مدى انتشار ظاهرة التدخين في المجتمع السوري يعني كيف بدي أدرس المجتمع السوري كله؟ أو آجي أحكي بدي أدرس ظاهرة التدخين لطلبة المدارس الثانوية في المجتمع السوري بتظل الأمور عنده معومة كتير كبيرة ما في مجال أدرس أنا للمجتمع السوري كامل هذا شيء صعب ومرهق لأي باحث تمام؟ إذن حتى نزد البحث يا دكتورة لا نقدر ندرسه تمام كل ما صغرت أنا بالبح وقللته وصغرت من معلوماته بستطيع أني أسيطر بشكل أكبر وأكون عارف ما المقصود بهذه المعلومات اللي أنا حصلتها إيش بدي منها بالزبط وليش أنا استخدمت مثل هذه الأحصائيات إذن الآن بدنا نتفق عن نقطة كتير مهمة المجتمع هو الشيء الكبير المجتمع الكبير جزء منه يسمى العينة العينة بستخدم كل شيء للعينة بستخدم له الإحصاء فأقول إحصاء العينة أما المجتمع فأقول معالم المجتمع اللي معروف لدي اللي أنا بحث عنه ودورت عليه وهو الإحصاء والمجهول اللي أنا ما حصلته وقد يكون صعب الحصول علي وهو معالم هذا المجتمع تمام لهون أي سؤال على المعلمة والإحصاء اللي عنده أي سؤال وما بيحب يحكي فيه يبعث على التشاتينج يعني أحيانا نفتح من شيك بشكل مباشر تمام أوكي تمام الآن رح نيجي لهذا السلايد وهون بدنا نركز مع بعض شوي ونكتب مع بعض الأرقام ونشوف كيف ممكن نحسب هذه المفاهيم لاحظ هون شو كتبتلك أمثلة على المعالم الإحصائية عندي شيء اسمه متوسط منوال وسيط انحراف معياري تباين جاهزين نحط مثال مع بعض ونحط أرقام حقيقية وقليلة وياريت تستخدم الحاسبة وإذا فيه مجال طبعا قلمك معاك ونبلش مع بعض شو رأيكم لأنه مستحيل نقدر نفهم هذه المفاهيم دون وجود مثال تطبيقي رح نرجع على نفس المثال اللي أخذناه في البداية مدى انتشار ظاهرة التدخين بين طلبة المدارس الثانوية في إعزاز تمام الآن أنا بدي أطلع لهؤلاء الطلاب مثلا الطلاب يجيت أنا طلعنا بيانات حكينا علم الإحصاء هو جمع وصف تحليل تمام يجيت أنا طلعت مجموعة من البيانات كانت الأرقام كالتالي إذا في مجال الله يرضى عليكم تسجلوا معي رح ناخذ أرقام عشوائية فقط لغيات التدريب خلينا نفترض أنه طلع معي رقم عشرة 22 44 60 9 كم رقم صاروا عندي خمسة دورة تمام وضيف لهم رقم 12 وضيف لهم رقم 12 دورة ممكن تعليل أرقام تكرة مين 10 22 22 60 9 12 عندي 6 أرقام يجيت حكيت لك بأننا نطلع الآن ما يسمى بالمتوسط الحسابي إيش يعني المتوسط الحسابي؟ معنى المتوسط الحسابي إنه أنا أجمع هذه الأرقام بجمع هذه الأرقام بجمعها وبقسمها على عددها كم عدد الأرقام اللي عندي؟ 6 أرقام استخدم الآن الحاسبة واجمع لي إياهم لو سمحت 157 يلا خلينا نعطيهم مجال دكتورة 157 تقسيم 6 عمهلكم شوي خلينا نعطي مجال لباقي الطلاب بنا نجمع العشرة زائد الـ 22 زائد الـ 44 زائد الـ 60 زائد الـ 9 زائد الـ 12 أكم تلع معاكم؟ 157 دكتورة يا السلام عليكم أبدعتم 157 طيب هاي المي وسبعة وخمسين منقسمها على عدد الأرقام كم عدد الأرقام عندي؟ 6 أنا 6 6 يلا كم يطلع الجواب؟ يطلع الناتج 26 ممتاز خلينا ناخد إحنا الرقم الصحيح ما بدنا تقريب هذا المثال لغايات التدريب فقط بطلع معي 26 شو معنى 26؟ أنا أخذت هاي البيانات الموجودة وقسمت على عددها إيش يعني متوسط؟ هذا المتوسط الحسابي يعني مجموع القيم على عددها يستخدم لقياس مركز البيانات من اسمه متوسط نرجع نعمل هذا الخط خليني أفترض أنه أنا عندي هذا الخط وعندي هاي الأرقام ترجع تذكروني فيها إيش كانت الأرقام؟ عشرة عشرة 22 24 60 29 20 أم أهلكم علي 22 44 60 60 69 29 ممتاز 9 12 ممتاز شو اللي عملنا نحن جمعنا كل هاي الأرقام أكم طلع معنا؟ 157 157 ممتازين 157 على إيش قسمناهم؟ على عدد 1 3 4 5 6 ممتاز إيش طلع معي الرقم؟ طلع معي 26 تمام؟ إيش معنا هاي الـ 26؟ هذا المتوسط الحسابي يعني كل هاي القيم متوسطها اللي جاي بالنص بالمركز هو 26 تمام؟ إذا في مجال ميوت تمام؟ إذن إحنا عملنا إيش؟ عملنا المتوسط الحسابي يعني متوسط هاي الأرقام كل هاي أعطها هو طلع 26 كتير كويس تمام؟ طيب هاي بالنسبة ل الأولى وهي المتوسط الحسابي نيجي الآن لما يسمى المنوال هلا الأرقام اللي موجودة عندنا بننضيف عليها كمان رقم بس راح نحط المثال هون راح أرجع معكم مرة ثانية وبعدين نحكي دكتورة بس في سؤال تضل في إشي؟ بس في سؤال هلا هاي طريقة لها قانون في الطريقة المبووة بالغير المبووة بيمكن تشرحين عليه إيه هلا هاي خليها هاي بدنا نعملها على شكل جداول هلا احنا بنحكي بشكل عام بس إني أنا أسمع تضل يعني بس مشان نميز بين الطرق ولا يهمك تكرم تمام؟ طيب الله يساعدك نرجع إذن كانت الأرقام عندي عشرة 22 24 24 24 بس سوا لي بعد 24 24 24 60 60 60 9 أطمع 90 90 90 90 90 90 تمام؟ طيب إجيت حكيت بدي أزيد أنا كمان رقمين على هاي على هذا الموضوع بدي أزيد عشرة و بدي أزيد عشرة تمام؟ الآن مع بعض بدنا نرجع لهاي الأرقام نطلع المتوسط الحسابي شو رح نعمل؟ رح نجمعهم و نرجع مرة ثانية نقسم على عددهم كانوا ستة ضفت أنا رقمين أكم صاروا؟ ماني نقسم على ثمانية أحسنتي دكتورة ناتج 22.125 أكم طلع مجموعهم؟ 77 177 دكتورة ناتج 177 تقسيم 8 تقسيم 8 أكم طلع معي 22 تمام؟ إذن نحن هلا شو طلعنا؟ نحن طلعنا المتوسط الحسابي ممتاز باجي بحكي طيب برجع بطلع على الأرقام مرة ثانية بحكي هاي الأرقام فيها رقم متكرر إيش الرقم المتكرر عندي؟ 18 10 10 يا سلام عليكم إبداع القيمة المنوال ممتاز القيمة المتكررة بالبيانات اللي أكثر شيوعا أو تكرارا من سميها المنوال شوفوا شو طالع عندي عشرة 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 ثلاث أرقام تمام؟ إذن هاي الأرقام المكررة هذه تسمى المنوال تمام؟ طيب لو إجينا هاي الأرقام تركتها وإجيت أنا أضفت عليها أرقام أخرى مرة ثانية إجيت حكيت ضمن هذه الأرقام عندي كمان هون 22 بقدر أحكي عندي هون منوالين شو رأيكم؟ لا يا جوز لا يا جوز لأنه العشرة لأنه العشرة متكررة ثلاث مرات أحسن الأكثر بتكرارا ممتاز طيب إذا أجيت رجعت حكيت عندي أيضا كمان 22 شو صار؟ صارت القيمة المكررة عندي أيوة صار عندنا 2 صار عند العشرة العشرة مكررة ثلاث مرات أيوة طلعوا هون عند 22 عند 22 عند 22 إذا قد يكون في هذه البيانات أكثر من منوال لكن لا يجوز إلا متوسط واحد تمام؟ إذا المتوسط واحد خلاص بين هذه الأرقام أما المنوال قد يكون أكثر من منوال واضحة لهون؟ طيب الوسيط ممتاز الوسيط هو القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى نصفين متساوية كيف يعني؟ يلا نجهز الدفتر وتكتب معي مجموعة أرقام لو سمحت رحل بدنا نغير إذا بتسمحوا إنها لدنا نغير مجموعة الأرقام تمام؟ طيب يلا الآن إذا لم تسجنوا معي لو سمحتوا الأرقام رح ناخد ستة تمنية أحداش تسعة أربعة تلاتة وثلاثين وسبعين صار عندي رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وضيف آخر شيء اثنين وسبعين ممكن تيد الأرقام دكتورة؟ تكرمي نعيد مع بعض ونحطهم بالترتيب زي ما احنا عم نشتغل لأني رح نشتغل عليهم مع بعض الأرقام كالتالي ستة تمانية أحداش إذا بتسمحوا للصوت إذا بتسمح للصوت الله يرضى عليكم بعد إذنكم الصوت يا علي عشان الكل يسمع ستة بعيد من أول ستة تمانية أحداش تسعة أربعة تلاتة وثلاثين سبعين نين وسبعين ستة ستة أربعة هاي مجموعة الأرقام اللي رح نشتغل عليها الآن بعيدهم للمرة الأخيرة وتأكد إنك مسجلهم صح ستة تمانية تسعة أربعة أربعة تلاتة وثلاثين سبعين نين وسبعين ستة أربعة هاي مجموعة الأرقام أو البيانات الموجودة عندي أول خطبة لدينا نطلع نطلع المتوسط الحسابي ونطلع المنوال الطالب اللي بيطلع المتوسط والمنوال يبعثنه مباشرة على التشاتينج يلا رح أشوف الإجابات اللي بتصني أول بأول أول دكتورة هو المتوسط 26.115 اتفقنا يا حمد على التشاتينج لأنها هاي علامة مشاركة هاي علامة مشاركة للطالب البجاوبيل لا ولا يهمك حفاظا على حقك بالعلامة دكتورة المتوسط 22.3 رح أحطهم هون عشان الطلاب بطلبوا ستة سمانية احداش تسعة أربعة تلاتة وتلاتين سبعين اتنين وسبعين ستة أربعة يعني عندي عشر أرقام تمام نشوف على التشاتينج الطلاب اللي جاوبوا طالب اللي بيجاوب هذه هي علامتك المشاركة لأنه العدد كبير جداً ولا يمكن يعني ناخد الجنية تمام 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 امتاز خديجة خديجة الأحمد معنا سامعتنا خديجة نعم دكتورة معك يلا خديجة تفضلي أعطينا المتوسط يا خديجة المتوسط الحسابي هو ستة ستة والمنوال لأ المنوال هو الأربعة والستة المتوسط الحسابي هو اتنين وعشرين كيف طلع معك اتنين وعشرين دكتورة مجموعة الأرقام على العدد يا أستاذ كنت راح أجاوبه هو ما تفضلي زميل ما فيش مشكلة بس نعطي مجال للزميل بيجاوب الله يسعدكم يتأخر ماشي يا خديجة أحسنتي هلأ خديجة جمعت الأرقام الأرقام طلع مجموعها ميتين وسبعة وعشرين قسمناهم على عشرة على عدد هذه الأرقام طلع معنا المتوسط الحسابي اتنين وعشرين تمام طيب المنوال جاوبة زميلتكم كان ستة وهو مكرر مرتين وبالإضافة إلى أربعة وهو مكرر مرتين كتير ممتاز طيب الآن بنا نتعلم ما هو الوسيط الوسيط هو القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى نصفين متساويين طيب هلأ لما أطلع الوسيط الوسيط غير عن المتوسط الوسيط اللي بيقسم لي هذول العشرة يعني خمسة يمين من هذول العشرة خمسة بدهم يصير ويمين خمسة بدهم يصير شمال لنفترض 1-2-3-4-5 هون هذا الفاصل 1-2-3-4-5 آه عفوا عشر أرقام هون 72 نعمل كليل تمام هلأ عندي ستة 8-11 1-2-3-4-5 هاي أول خمس أرقام 1-2-3-4-5 الآن الوسيط إيش هو الرقم أو القيمة اللي بتقسم مجموعة هذه الأرقام لليمين عن الأرقام الأخرى بالاتجاه الآخر من الشمال إلا إذا أجي بدي أحط أنا أي رقم راح تطلع معي اللي نفترض أجي أحكي 33 ممكن يطلع غلط 4 ممكن يطلع غلط 6 ممكن يطلع غلط إيش ممكن أعمل إيش لازم أعمل بهذه الحالة شو أعمل بهذه الحالة لو سمحتوا في مجال بس ريز هاند لو سمحتوا نرفع الإيد نرفع الإيد يلا يا ريم ريم تفضلي نجمع الأربعة مع الثلاثة وثلاثين نقسم على تنين تحكي نجمع الأربعة مع الثلاثة وثلاثة وثلاثين ونقسم على اثنين طيب خلينا خليك يركزي معنا نسمع زميلك محمد خير الحسن شو بفاقية 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 أنا عندي سؤال أنه بالأول ما لازم نرتب الأرقام يا سلام عليك أبدعت يا محمد إيش نرتبهم تصاعدياً ولا تنازلياً أكيد من الأصغر للأكبر أو مثل ما بدك هلأ ما في مشكلة يا محمد بتحب ترتب تصاعدياً رتب بتحب ترتب تنازلياً ممتاز طيب هلأ كلنا بنعرف إيش يعني تصاعد سامعينك محمد تفضل إنه هو بصير على الحالتين بس إحنا متعودين بالعادة إنه مبلش بالأصغر للأكبر لهيك عفكيكي هيك كمام ما في مشكلة طيب يا محمد يلا ترتبهم معي شو رأيك أه برتبهم معك يلا أول شيء الأربعة أول شيء الأربعة كم أربعة عندي يا محمد أحسنت الأربعة مكررة مرتين ممتاز بعدين ستة الستة ثمانية التسعة مكررة أيضاً مرتين ثمانية تسعة أحسنت أحسنت أحدعش ثلاثة وثلاثين ثلاثة ثلاثين ثلاثة وسبعين ثلاثة وثلاثة ثلاثة وثلاثين ثلاثين ثلاث يتد metoden يعني فين يرتبهم من الصغير للكبير وممكن من الكبير للصغير تمام طيب ماشي هلا كم رقم عندي أنا هون عندي عشر أرقام يلا هلا رح ناخد يلا بدي أبس أغير اللون عشان أشطب معك يا محمد خير يلا يا محمد هلا منبلش يا محمد شو نعمل من الجوانب نشيل نشيل واحد من اليمين واحد من الاشبال يلا وحدة من اليمين من اليسار اهه تمام وحدة بوحدة وحدة بوحدة هلا بدي أضلع بضل عندي رقمين اللهم والتمني والتسعة شو بعمل فيهم يا محمد بجمعهم منقسمهم على اثنين يا سلام عليك أبدأ تمني زاء التسعة تسعة وتسعة تمنتاش مشيل واحد سباطاش ممتاز سباطاش سباطاش تقسيم اثنين اه تطلع تمانية ونص تقريب نعم صحيح تمانية ونص هلا طلع عندي سباطاش السباطاش بدي أقسمها على اثنين بتطلع عندي تمانية ونص ممتاز اذا الوسيط القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى نصفين متساويين تمام شو اللي صار كانت عندنا هذه البيانات زميلكم محمد رتبهم تصاعديا من الصغير للكبير وبنبلش ناخد من اليمين واليسار مع بعض لوصلنا لآخر رقمين آخر رقمين نجمعهم مع بعض ونقسمهم على اثنين طيب هلا في حال خليني افترض انه انا عندي هذه الارقام ماشي فردية 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 نعم خليني افترض هون مع هذه الارقام بدي اضيف عليها رقم مثلا تسعة وتسعين تمام على سبيل المثال آسفة لانه مش مشكلة طلعت بالانجلش هلا كم رقم صار عندي هون كانت الارقام شردية مع محمد تمام الآن اصبح عندي 11 رقم وخلينا وضيف كمان يهون 11 رقم نرجع الآن لهذه الارقام انطلع مرة ثانية الوسيط رح نرجع مرة ثانية ونرتبهم تصاعديا او تنازليا تدخل معي على الحل جمال تدخل معي يا جمال يلا يا جمال بعد اذنك شو الرقم اللي ضفته تسعة وتسعين الرقم اللي ضفته هلا بنر طيب شو رأيك نرجع نرتبهم يلا ترتب لي اياهم طيب شو أضع لي يلا ترتب يلا ترتب أربعة أربعة ستة ستة عندي ستة ستة نعم ثمانة تسعة ثمانة تسعة احداش وتلاتة سبعين تنين وسبعين سبعين منس نعم تسعة وتسعين تسعة وتسعين ممتاز طيد هلأ رح نشتغل أيضا بنفس الطريقة رح غير بس اللون يلا شو بنعمل هلأ يا جمال رتبناهم وخلصنا بعدين شو بنعمل بنبلش ناخد رقمين على اليمين يلا رح شيل الأربعة مع التسعة وتسعين انت احكي وانا بعمل الأربعة مع التسعة وتسعين ممتاز الستة مع السبعين سبعين أيوة والستة التانية مع تلاتة وتلاتين وتمانية ما تلاتة وتلاتين لاحداش ايش الرقم اللي ضل عندي بالوصف ممتاز ايش الرقم اللي ضل عندي التسعة اذا ما هو الوسيط في هذا المثال هو رقم هو رقم تسعة رقم تسعة رقم تسعة تمام واضح لعند هاي النقطة نعم 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 تمام 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 هلا هلا ان شاء الله تعالى رح أبعتلكم مثال تتدربوا عليه هذا المثال بتطلع لي منه المتوسط والوسيط والمنوال المحاضرة القادمة بإذنه تعالى من كفي بالانحراف المعياري والتباين ومعكم رح تكون ومعكم لسلايد الأخير وهو سلايد صح وخطأ بتراجع المحاضرة الأولى ومحاضرة اليوم تمام وبتجاوب على هذه الأسئلة إذا كانت صح أم خطأ أي سؤال على محاضرة اليوم بالنسبة للملاحظة اللي أعطاها زميلكم للبيانات المبوبة وغير المبوبة أيضا رح نتطرق إلها المحاضرة القادمة بإذنه تعالى أي سؤال على محاضرتنا لليوم المعلمة الإحصاء هذه المفاهيم باستثناء الانحراف المعياري والتباين لأنه بدهم وقت وبدهم شريح فما بدي أدخل معلوماتك ببعضها البعض لحتى نتقن المفاهيم الأساسية أي حدا عنده سؤال أي حدا عنده دكتورة تفضلي الصح والخطأ اللي أعطتين إياهم اللي أكتبعنا على ورقة أو البعض اللي كانوا على الخاص لا لا يا عفوا يا أحلام بتجاوبيهم أنتوا عشان المحاضرة القادمة بإذنه تعالى بس نبلش منجاوب عليهم وبندخل بمحاضرتنا هلا لأنه ما شاء الله العدد كتير كبير ثمانين طالب فراح يكون استقبال الواجبات من ثمانين طالب يعني شوي مرهق عشان هيك رح نعتمد المشاركة لهاي المحاضرة تحديدا بأثناء يعني مشاركتكم معي ومحاضرتكم ودخلكم على التشاتينج والإجابة بإذنه تعالى تمام يعني بتمنى تعافيكم يا رب بتمنى أنها تكون محاضرتنا لهم واضحة بس أنه الحلقة بعد ما تطورية ياريت أنه تبعطينا الرابط أو تبعطينا الفيديو أنه نرجع نتطلع عليه هلا هاي المحاضرات نبعثها لأحد الأساب بي عندكم جامعة الزيتون وهو بيحمل لكم إياها على التليجرام إن شاء الله رح أرجع ذكر اليوم بإذنه إن شاء الله الله يعافيكم يا رب شكرا جزيلا لكم وتصبحوا على خير وأمنيات التوفيق لكم جميعا وانتي بألف خير يا رب الله يجزاك الخير يا بمحفظ شكرا جزيلا